اهلا بكم يا شباب ايه هي المهارات الشخصية لمدير المشاريع الانتر بيرسونال سكيلز الانتر بيرسونال سكيلز دي مهمة جدا رقم واحد لازم يكون المدير المشاريع ليدرشيب عنده القدرة على القيادة رقم اتنين يكون عنده القدرة على بناء الفريق ولازم يكون عنده خاصية التحفيز والتأثير ولازم يكون متقن للتواصل ويكون صانع قرار ولازم يكون عنده وعي سياسي وثقافي لازم يكون عنده القدرة على التفاوض لازم يكون عنده القدرة على التفاوض لازم يكون عنده بناء الثقة بينه وبين اعضاء الفريق وكمان من اهم الخصائص لمدير المشروع اللي هي ادارة النزاع ويكون عنده القدرة على التدريب والتوجيه لأعضاء الفريق يبقى ايه هي رقم واحد القيادة رقم اتنين بناء الفريق رقم ثلاثة التحفيز رقم اربعة اللي هو صنع القرار رقم خمسة التواصل رقم ستة التأثير رقم سبعة الوعي السياسي والثقافي اللي هو ويكون عنده القدرة على التفاوض النيجوشيشن وبناء الثقة القدرة على ادارة النزاع الكونفليكت مانجمينت والكوتشينج يبقى احنا في الفيديو ده شفنا الانتر بيرسونال سكيلز الخاصة بمدير المشروع الانتر بيرسونال سكيلز اشتركوا في القناة